من الشرق إلى الغرب الاقتصاد يحرق العالم أنا ما يحجج وهذه رحلتنا معكم في شرغرب مع بلومبرغ إذن ماذا يراقب العالم اليوم؟ قلس أليان خسائره بعد أن قال مسؤول ياباني إن الحكومة لا يمكنها التسامح مع تحركات المضاربة في سوق العملات الأجنبية وهي مستعدة لاستخدام أي خيار لاستعادة الهدوء تماشياً مع التعليقات السابقة من وزير المالية كان أليان خفض إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1990 من جهة أخرى ارتفعت العقود الأجلة الأمريكية فيما استقرت عوائد السندات والدولار أما أسعار النفط فواصلت انخفاضها المتواضع بعد أن أشار تقرير صناعي إلى زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية وقال معهد البترول الأمريكي إن المخزونات زادت بمقدار 9 ملايين و300 ألف برميل الأسبوع الماضي وأفاد بزيادة قدرها مليونين و400 ألف في أحجام النفط في المركز الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلهاما على الرغم من تقلص مخزونات البنزين كانت الأسواق المالية الأوسع نطاقاً أضعف ما أثر على النفط الخام والسلع الأخرى أيضاً وفي تقرير لبلومبرغ أصبحت المنطقة البحرية قبالة سواحل سلطنة عمان نقطة مهمة لعمليات شحن النفط الروسي إلى الهند عبر نقله من سفينة لأخرى فيما تشدد الولايات المتحدة التطقيق في تحرك هذه الشحنات ماذا عن أسواق المنطقة وكيف تبدو التحركات اليوم لنبدأ من السوق السعودية مؤشر تاسي يسجل بعض الارتفاع بحوالي ربع النقطة المئوية بينما نمو على ارتفاع بنقطة مئوية مع نهاية التدولات اليوم مع اقتراب نهاية التدولات ما الذي قاد السوق للارتفاع كانت أسهم السلع هي الأبرز اليوم وكان هناك ضغط من بعض أسهم المصارف مثل مصرف بنك الراجحي وكان صاحب التأثير الأكبر على المؤشر أما المؤشر عامة فارتفع خلال هذا الربع حتى الآن 5.4% خلال هذا الشهر لم يطرأ أي تغيير يذكر ولو أنه كنا بدأنا هذا الشهر على بعض الارتفاع وكنا نرى في هذا الربع ارتفاع يتخطى 7% ولكن تقلس الارتفاع نوعا في الـ 52 أسبوع الأخيرة مؤشر تاسي يرتفع بـ 20.5% دعونا نلقي نظرة على بعض القطاعات في السوق السعودية كيف بدت قطاع البنوك كان على بعض التراجع ومن هنا يأتي الضغط الذي رأيناه من سهم مصرف الراجحي دعونا نلقي نظرة على قطاع الطاقة أيضا بعض الارتفاع بعشراء النقطة المئوية أما قطاع المواد الأساسية في نهاية التداولات اليوم فأيضا يرتفع بـ 16 النقطة المئوية إلى آخر أخبار شركات السوق السعودي دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الأخبار فقد قفز سهم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية بالنسبة القصوى نسبة 30% في أولى جلسات تداوله في السوق الرئيسية ليصل إلى 62 ريال و40 هللة للسهم مرتفعا من سعر الطرح والبالغ 48 ريال تقريبا جمعت الشركة مليار ومئة مليون ريال من بيع 30% من أسهمها في الطرح العام الأولي الذي جرت تغطيته من جانب المؤسسات بما يقارب المئة وسبعة وعشرين مرة ومن جانب الأفراد 21.9 مرات نجهة أخرى أبرمت شركة أديس اتفاقا مع الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة الإنتاج في عدد من حقول البترول وقالت الشركة إنها تخطي طول استثمار نحو 247 مليون ريال خلال السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية الممتدة لعشرة أعوام بين الجانبين السهم اليوم على بعض الارتفاق وفي أول نتيجة لها بعد الإدراج أعلنت شركة مجموعة MBC نمو أرباحها بنحو 45% بنهاية العام 2023 إلى 69 مليون ريال مقابل توقعات المحللين بخسائر عند 38 مليون وثمانمائة ألف ريال هذا جاء بدعم من تحسن إيرادات منصة شاهد والنمو في قاعدة المشتركين فضلا عن الزيادة الكبيرة في حجم الإعلانات السهم على تراجع اليوم ب13 النقطة المئوية في أخبار أخرى تراجعت أرباح شركة طيبة للاستثمار العام الماضي بنسبة 21% إلى نحو 109 مليون وثمانمائة ألف ريال بسبب مخصصات وتكاليف متعلقة بعمليات استحواذ أبرمتها الشركة السهم على تراجع بـ 1.17 ولكن يرتفع منذ مطلع العام تقريبا 39% من جهة أخرى أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 65 هللة للسهم عن العام 2023 ماذا عن بقية الأسواق الخليجية دعونا نلقي نظرة على أداء هذه الأسواق كيف أنها التداولات اليوم إذن الأسواق الخليجية في مصد تراجع بـ 19 النقطة المئوية أما سوق الكويت فيتراجع بـ 13 النقطة المئوية وفي قطر تراجع بـ 17 النقطة المئوية في نهاية التداولات من الأسواق الخليجية ننتقل لنتحدث عن أداء السوق المصرية هذه كانت تتعرض لبعض الضغوط صباحا اليوم لنلقي نظرة إذن على أداء المؤشر المصري يستمر الضغط على هذا السوق المؤشر المصري يتراجع بأكثر من 2.9% تقريبا 2.9% هذه هي الخطوة الأكبر منذ انخفاض المؤشر بنسبة 6.3% في الثامن عشر من مارس الجاري إذن هذه أعلى نسبة تراجع بتقريبا 10 أيام في السوق المصري مؤشر الـ EGX 70 أيضا يتراجع بـ 2.7% وـ EGX 100 الأوسع نطاقا أيضا على تراجع في تداولات هذا اليوم هذه هي الصورة للمؤشرات المصرية في نهاية تداولات اليوم أما عن أبرز أخبار الشركات في السوق المصرية فنراقبها معا فقد قرر مجلس إدارة شركة E-Finance للاستثمارات المالية والرقمية توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع ربع سهم لكل سهم أصلي بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى مليار 155 مليون جنيه ووافقت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية على زيادة رأس مالها المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 150 مليون جنيه موزعة على مليار وخمسمائة مليون سهم بقيمة اسمية هي عشرة قروش لسهم الواحد سهم يسجل بعض التراجع اليوم في السوق من جهة أخرى أعلنت شركة Pioneers Properties للتنمية العمرانية عن تنفيذ شراء 800 ألف سهم خزينة الشركة تسجل بعض التراجع بواحد وست عشر النقطة المئوية قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن مصر تخطط لرفع دعم المواد البترولية بنسبة 18% في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025 مقارنة بمستوياته في السنة المالية الحالية ليصل إلى نحو 154 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وأثر تغيير سعر الصرف تأتي هذه الخطط في إطار حزم الدعم والمنح والمزايا التي من المقرر أن تشملها الموازنة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 636 مليار جنيه كما أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبدأ بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بإجمال 20% من المتأخرات وذلك في إطار خطة مجدولة لسداد كافة المتأخرات خلال الفترة المقبلة في مصر أيضا نقلت الشارق من مصادر مطلعة قولها إن الهيئة المصرية للمجتمعات العمرانية الجديدة تسعى لإصدار سقوق في السوق المحلية بنحو 260 مليار جنيه هذا العام فيما سيعد أول إصدار لسندات إسلامية من قبل مؤسسة حكومية مصرية وبحسب أحد المصادر فإن حصيلة الطرح ستوجه لتسوية ديون على الهيئة لمصلحة بنكي الأهل ومصر متوقعا إتمام الطرح خلال شهر وسيكون بضمان من وزارة المالية وكانت الهيئة قد اقتردت 150 مليار جنيه فيما قامت ببيع سندات وعمليات طوريق 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية شرق غرب مستمر معكم وفيه بعض الفاصل موجات الحر تشعل أسعار البنوة الكاكاو المزيد بعد قليل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد قال بنك جاي بي مورغين إن سعر خام برينت قد يصل إلى 100 دولار للبرميل هذا العام إذا لم تتم موازنة قرار روسيا الأخير بخفض الإنتاج بإجراءات مضادة البنك أبقى توقعاته للأسعار دون تغيير في الوقت الحالي لكنه أشار إلى أن تأثير إجراءات موسكو قد تدفع الأسعار إلى 90 دولار للبرميل في إبريل وإلى حدود 95 دولار بحلول مايو لتقترب من 100 دولار للبرميل في سبتمبر المقبل ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بـ 9 ملايين و300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي ما سيكون أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل فبراير إذا أكدت وكالة الطاقة الأمريكية الأرقام في بيانها الرسمي لاحقا اليوم بيانات معهد البترول الأمريكي شكلت عمل ضغط لأسعار النفط التي تتداول في الخانة الحمراء لليوم الثاني على التوالي إذن نتحدث عن هذه الأسعار ونلقي نظرة عليها بالتفصيل معا تواصل انخفاضها المتواضع بعد أن أشارت تقرير الصناعي إلى زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية إذا تأكدت البيانات كما ذكرنا سابقا المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم ستكون مستويات النفط الخام في مركز كوشينغ قد سجلت أكبر زيادة أسبوعية من حيث قيمة البرميل منذ يناير 2023 وفي الوقت نفسه تتراجع مخزونات البنزين للأسبوع الثامن وهي أطول سلسلة من الانخفاضات منذ عام تقريبا وكان النفط خلال هذه الفترة ارتفع بعد خروجه من النطاق الضيق الذي صمد خلال الشهرين الأولين من العام إذ كان الفارق بين سعرين العرض والطلب محدودا وأدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي في ظل هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية وتخفيضات إمدادات أوبيك بلس لدعم الأسعار على الرغم من التوقعات الاقتصادية الصعبة في الصين والنمو القوي للإمدادات من خارج أوبيك بلس لا يزالان يمثلان رياحا معاكسة إذن برينت عند 85 دولار و72 سنت وخاموستكسس الأمريكي الخفيف في هذه اللحظات عند 85 دولار و71 سنت وتراجع على مدى هذا الأسبوع إذن بالنسبة لوستكسس بخلاف الهدوء في أسعار النفط تشهد أسعار سلعة أخرى ارتفاعات قياسية الحديث هنا عن الكاكاو الذي وصل سعر الطن الواحد منه إلى 10 ألاف دولار هذا هو أعلى مستوى تصل إليه الأسعار على الإطلاق ويمثل قفزة بنسبة 118% منذ بداية العام فقط فما السبب؟ بحسب تقرير ساكسو بانك فإن ارتفاع أسعار الكاكاو بهذه الوتيرة نتيجة عوامل مناخية أدت إلى تراجع المحصول في مناطق رئيسية مثل ساحل العاج وغانا أكبر منتجين لحبوب الكاكاو عالميا وذلك إضافة إلى عدة عوامل أخرى فإلى جانب موجات الحر الشديد فقمت الآفات التي استهدفت أشجار الكاكاو من تراجع الكميات المنتجة وقد أدى ارتفاع تكاليف المبيدات والأسمدة إلى تعذر توفرها لدى بعض المزارعين لحماية محاصلهم جميعها عوامل أدت إلى فجوة في العرض يصعب سدها بزيادة إنتاج دول أخرى مثل البرازيل والإكوادور علما أن الأمر سيستغرق بضعة سنوات قبل أن تنتج أشجار الكاكاو المزروعة حديثا أي حبوب وفيما تقف سوق الكاكاو على أعتاب عام ثالث من العجز يبلز خطر آخر من أوروبا حيث ينوي الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد تمنع بيع المنتجات التي يضر إنتاجها الغابات ما قد يشكل تحديا إضافيا لمصنعي الشوكولاتة الذين يحاولون تأمين احتياجاتهم من الكاكاو في ظل نقص الإمدادات أما المستهلك النهائي فقد لا يشعر بالأثار المباشرة لارتفاع الأسعار بحسب ساكسو بانك ويستغرق الأمر ما بين 6 إلى 12 شهر حتى تنعكس هذه الزيادات على أسعار منتجات الشوكولاتة في المتاجر ومع ذلك يتعين على المستهلكين التأهب لارتفاع أسعار ألواح الشوكولاتة في الفترة المقبلة هذا خبر كثير بيزعلني لأنا كثير بحب الشوكولاتة وكثير بحب القهوة إلى جانب الكاكاو الإمدادات العالمية لقهوة الروبوستان المستخدمة في مشروبات القهوة الفورية مهددة بالتراجع في ظل معاناة فييتنام أكبر دولة مصدرة لهذا النوع من حبوب القهوة من موجتي الحر الشديد والجفاف فضلا عن تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى زراعة المحاصيل البديلة مثل الدوريين والأفوكادو والباشن فروت في فييتنام أثرت على إنتاج البند بشكل ملحوظ إذ يتوقع أن تتراجع الصادرات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمليون وستمائة ألف طن شحنت في العام السابق وفقا لجمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية بحسب الجمعية فإن الإنتاج تراجع في الحصاد الأخير بعشرين في المائة من مليون وثمانمائة أربعين ألف طن تم جمعها في العام السابق بدغط من عدة عوامل من ضمنها تغيير المناخ ونقص الاستثمار والمزارعين الذين يعتمدون الآن على محاصيل أخرى لنتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بنجالور سوري كوماري محللة استراتيجية للسلع في ANZ أهلا بك سوري يعني الخبر بشكل شخصي يمسني شخصيا لأنه أكتر منتجين بحبهم هن الكاكاو والأهوة ولكن الارتفاع بهذه الأسعار إلى مساويات غير مسبوقة إلى الكاكاو على ما يمكن أن ينعكس من سلعة أخرى نعم أسعار الكاكاو سجلت زيادة حادة والسعر وصل إلى مستوى غير مسبوقة عند عشرة ألاف دولار للطن والأسباب الكامنة وراء الارتفاع في الأسعار ترتبط بالمعروض فهذا المحصول أو هذا النبات ينافس محاصيل أو نباتات أخرى وبسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار هذا الأمر سيؤدي إلى تغير بنيوي في السوق وفي المستقبل بعد ثلاث سنوات يمكن أن نرى مناطق أخرى بعيدا عن غرب أفريقيا المنتج الأساسي قد نجد أمريكا الجنوبية تتوسع في زراعة أشجار الكاكاو إذن هذه الزيادة في الأسعار بالتأكيد ستؤدي إلى توسع في الزراعة في مناطق أخرى ودعينا نتحدث عن أسباب الزيادة الحادة في أسعار الكاكاو هذا العام المحصول تأثر بظاهرة النينو وهذا الأمر ارتبط بآفات أصابت الكاكاو وأدت إلى تراجع بـ 400 ألف لـ 500 ألف طن في غانا وساحل عاجع أو آيفوري كوست أو كوت ديفوار إذن هناك تراجع بنسبة 8% في المعروض وهذا سيبقي السوق الكاكاو العالمية في حالة توازن إلى حد ما أو بالأحرى ميل إلى عجز وهذا العجز يصل لمستويات قياسية هناك حديث عن 400 ألف طن ستتراجع بين 2023 و2022 وبالنسبة لموسم العام المقبل وبما أن المحصول يحتاج إلى سنوات ربما نتوقع التعافي في الفترة اللاحقة لكن إذا لم يتراجع الطلب تراجعا كبيرا أو إذا ظل الطلب عند المستويات الحالية فنحن نتوقع عجزا إضافيا في السنة المقبلة 2024-2025 لذلك نرى الأسعار تبقى عند هذا المستوى المرتفع وإن كان السعر غير مبرر وقد يتراجع لكن بالمجمل الأسعار ستظل أعلى من المستويات التاريخية المتوسطة هذا عندما نتحدث عن الكاكاو دعيني أسأل أيضا عن البن البن عند المشكلة اليوم في بيتنام تضرب إمدادات البن العالمية ويستمر التهديد الآتي من الطقس الحار ومن موجات الجفاف في التأثير على المحصول من بيتنام أيضا ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لهذه السلعة وكيف ترين حركة هذه السلعة خلال 2024؟ بالنسبة لأساسيات البن هي لا تعاني من ذات التضيق فهناك دول يمكن أن تعوض النقص في المحصول في بيتنام هناك دول أخرى يمكن أن تعوض ذلك هناك أسباب لا علاقة بالطقس والمناخ فنحن نرى حالة من الحيادية في ظاهرة النينيو وهناك خطر لبعض الآثار المناخية قد نرى تأثيرات إيجابية مناخية على المحصول في بيتنام ولكن قد تؤثر هذه الظروف على الإنتاج في البرازيل حتى الآن إنتاج البرازيل يبدو في وضع جيد لكن المخاطر تطال موسم 2024-2025 إذا أثر المناخ وضورة على البرازيل وهذا سيبقي سوق البن في حالة توازن دقيق ولكن سنراقب تطورات التقس والمناخ عموما وحتى الآن الوضع في جانب المعروض في البن ليس بالسوء الذي نرى في حالة الكاكاو سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في ANZ Research كنت معنا من بنجالور شكرا جزيلا لك لنعود إلى البورصة المصرية نتحدث عن الحركة التي شهدها المؤشر اليوم والتراجع بتقريبا 3% هذه أعلى نسبة التراجع منذ الثامن عشر من الشهر الجاري ولو أنه بالثامن عشر كان التراجع أكثر من 6% تنضم إلينا من القاهرة مونة مصطفى مديرة التداول في شركة عربية أونلاين أهلا بكي ست مونة دعينا نتحدث عن التراجعات التي نراها في السوق المصرية كنا رأينا نوع من الهدوء في الأيام الماضية لتعود نسبة التراجع وتتفاقم اليوم ما الذي يضغط على المؤشرات وهل تستمر عمليات جانئ الأرباح داخل السوق المصرية حقيقي كانت حركة متوقعة نحن نبدأ نشوف ظهور للضغوط البيعية مرة تانية ولكن ما كانش متوقعة أن هي تكون بنفس العنفوان السابق يعني بعد حركة البيع العنيفة التي كنا شغالين فيها من مستويات 36 ألف نقطة لحد مستويات قرابة 29 ألف نقطة وخمسمية والـ 28 ألف نقطة إلى حد ما كنا متوقعين أن يكون في بعض المنورات ما بين البايع والمشتري يمكن هذا الذي كان حصل على مدار الثلاث أربع جلسات الماضيين كنا نقضيين أداء في حركة عرضية وكان فيه تريدات إلى حد ما صغيرة لكن دي سمت الأداء أو نقدر نقول أنها بقت سمت الأداء التصحيح اللي احنا اشتغلنا فيه خلص فنيا احنا أكدنا بشكل كبير نحن عملنا قمة أقل من قمة وقاعة أقل من قاع لحد ما الارتدادات مش هتكون كبيرة زي ما هو متوقع ولكن مقابل النزلات هتكون إلى حد ما عنيفة ما زالت الضغوط البيعية من المؤسسات هي العمل الأكبر بالنسبة لعمليات البيع أو لسيطرة البيع في السوق مقابل أنه فيه تخوفات شديدة من المشتريين اللي بيتجهوا للفتح مراكز انطقائية بشدة وبحضر شديد ست مودة خلينا نقارن شوي بين سلوك المستثمر المستثمري المؤسسات والمستثمرين الأفراد ذكرتي أن هناك نوع من التخوف من قبل الأفراد في السوق كيف نقارن السلوك بين المؤسسات والأفراد في ظن توقعات من قبل البعض أن المؤشر يمكن أن يعود إلى الارتفاع طيب يعني خلينا ناخد الموضوع من بداية وإحنا كنا عامل الارتباط ما بين حركة الدولار أو حركة خارج البنك أو في السوق السوداء سعر الدولار وسوق الأسهم عندنا عندنا ارتباط قوي جدا كان كل ما سابقى الأفراد بخطوة لأنهم كانوا ما زالوا أو من طبيعة الأفراد أنهم دايماً بيدخلوا بعد حدوث الحركة لما يشوفوها على الشاشة يبدأوا أنهم يعملوا الانترياكشن بتاعهم وبالتالي المؤسسات كان عندها من الأسهم أو من حيازتها من الأسهم بأسعار منخفضة بشكل كبير محققة أرباح بشكل كبير خلاص التعويم حصل الخبر أو الكاتلست اللي كان بيتحرك عليه المؤشر على مدار الفترة اللي فاتت ومن ثم إحنا كمان عندنا مشكلة كبيرة في السوق المصري أن صحيح أن التداولات بيبقى 65-70% من الأفراد ولكن القطعة الأخيرة أو الفئة الأخيرة اللي دخلت في الحتة الأخيرة من السوق أو اللي طلع الأخيرة من السوق لحد ما مش فاهمين أوي المخاطرة بتاعت التداول مش فاهمين أوي التداول ومن ثم الحرقات العشوائية بتاعتهم هي اللي بتعمل الفولاطيل العالي ده وهو اللي بيخلي فيه بانيك بشدة أو بيمر بعمليات بانيك شديدة أو بنمر بعمليات طلوع سريعة والمؤسسات لعبة على الحتة ديت هي مؤسسات من الزكاء يمكن حتى تطلعة الأخيرة هي تطلعة تصريفية بامتياز المؤشر بس هو اللي كان بتحرك بسابورت من ساهم أو اثنين وباقي الأسهم كان بيحصل فيها عمليات بيع وتخرج من المؤسسات وبالتالي المؤسسات الفترة اللي فاتت هي رسمت الطريق للأفراد اللي يمشوا عليه أو اللي يمشوا فيه وده اللي احنا بنشوفه بقى متحقق على أرض الواقع دلوقتي بعد ما خلصت حيازات كبيرة أو قيميات كبيرة من الأسهم بتاعتها هي خلص رفعت ايديها وثابت الحركة الطبيعية طلبات وعروض في السوق وبتتدخل فيه جلسات معينة عشان تخلق نفس الموشن اللي تخوف الأفراد أو ان هي تحمسهم أو تديهم كده يعني ايه جرعة طمأنة زيفة عشان تقدر انت هي تبيع كمان مرة ولكن في النهاية كدورات زمنية للسوق انت بدأت كوريكشن والمفروض او بدأت عقموج التصحيح والمفروض ان انت خلص كمؤسسات او كأفراد مش محتاجين ان احنا يحصل فيه ضغط بيع كبير ايه هو السوق هيتحرك بشكل تلقائي للاتجاه الهبوطي ومن ثم نبدأ نظهر او تبدأ المؤسسات تظهر تاني معنا في مراكز شرائية انتقائية وتجمعية ممكن نيتاخد معنا فترة طويل شكرا جزيلا لك مونة مصطفى مديرة التداول في شركة عربية اونلاين كنت معنا من القاهرة عن اداء السوق المصرية اهلا وسهلا بكم والى اليابان لنلقي نظرة معا على اداء اليان خاصة انه من العوامل الهامة التي نراقبها في هذه الفترة تراجع سعر اليان الى اقل مستوى له فيما يقارب الاربعة وثلاثين عام مقابل الدولار ما اثارتك هناك بان اليابان ستكثف جهودها لابطاء هذا الانخفاض العملة هبطت بنسبة وصلت الى 0.3% الى 151.97 ين مقابل الدولار في توكيو اليوم لتتدنى بذلك عن اقل مستوياتها والبالغة 151.95 ين مقابل الدولار وكانت وصلت الى هذا المستوى في اكتوبر من 2022 اصدر كبير مسؤولي شؤون العملة في اليابان هذا الاسبوع اقوى تحذيراته منذ عدة اشهر للمضاربين في سوق الصرف الاجنبي وعلى وقع هذا التراجع قال محافظ بنك اليابان كازو اويدا انه سيراقب عن كثب سوق الصرف الاجنبي وتأثيراته المختلفة على الاقتصاد والتضخم خلال جلسة استماع لأويدا بالبرلمان تعد الأولى بعد انخفاض اليان مقابل الدولار لأدنى مستوى منذ 1990 وشدد المسؤول الياباني على ان سياسة النقطية لا تستهدف اسعار الصرف الاجنبي كما اكد وزير المالية الياباني استعداد الحكومة لاتخاذ ما وصفها باجراءات جريئة مشددا انه لا يستبعد اي خيارات لدعم اليان وتشير توقعات المحللين لاستمرار انخفاض اليان بسبب فجوة اسعار الفائدة مع الولايات المتحدة على رغم من انهاء اليابان لسياستها النقدية السلبية كيف نحلل هذا الموضوع نتحدث بمزيد من التفاصيل عن تحركات اليان مقابل الدولار مع المحلل المالي لأشارق محمد زيدان زيدان وضح لنا الصورة وما هي الضغوطات التي يواجهها ربما اليان في هذه المرحلة شكرا مايا البنك المركز الياباني او اكثر بنك شهرة في تدخل في اسواق السعر الصرف بشكل مستمر ورأينا في الفترة الاخيرة وايضا سابقا تدخل ولكن بالرغم من البنك المركز الياباني الها السياسة النقدية التايسرية وهي كانت تجربة فريدة لانه كان يتبع السياسة النقدية التايسرية كمية ونوعية ايضا فهو كان يتحكم في اسعار معادلات الفائدة على المدى القصير عن طريق التغيير معادلات الفائدة وعلى المدى الطويلة عن طريق التحكم في منحن العائد الآن البنك المركزي الياباني تخلى عن هذه السياسة وبدأ يتحول إلى سياسة تشددية تدريجية خلال فترة سابقة إلا أن الأسواق المالية سواء المضاربين أو المستثمرين على المدى المتوسط بدأوا يرهنوا على استمرار تراجع الياباني أمامنا صافي المراكز على الياباني أمام الدولار الأمريكي في العقود المستقبلية صافي بيع بل مستويات أعلى مما كانت عليه في 2022 أي أن الأسواق ترى استمرار ضعف الياباني على المدى القصير والمتوسط أيضا بسبب العديد من الأعمال السبب الأول هو تحسن شهية المخاطر فتحسن شهية المخاطر تبعد الأموال عن عملات الملازل الأمن كالياباني بسبب تصريحات الفيدرالي الأخيرة وأرقام أيضا الاقتصادية التي رأيناها سواء في آسيا أو حتى في أمريكا فبالتالي ليس هناك حاجة إلى اتجاه الملازل الأمنة العامل الثاني وهو العامل الأهم تجارة الفوائد أو فارق العوائد ما بين البنك المركز الياباني والبنوك المركزية الكبرى وأهمها البنك المركز الفيدرالي الأمريكي أمامنا الفارق ما بين عوائد السندات اليابانية لأجل عامين والأمريكية لأجل نفس الفترة وهي الأكثر حساسية للسياسة النقدية الفارق وصل أكثر من 400 نقطة أساس فبالتالي بدأت الأسواق تتبع تجارة فائدة التقليدية وهي الاقتراض بليون والتي تتمار بالدولار الأمريكي وهنا الأسواق تحقق فائدة مستقرة خلال المدى القصير إلى أن البنك المركز الياباني لا يرغب في أن يرى بيني ياباني متقلب بشكل كبير لأنه يؤثر على السياسات الاقتصادية أو المالية أمامنا الجن الياباني أو الدولار الأمريكي أمام الجن الياباني عند مستويات محورية هذه مستويات عند 152 لو إذا انتقلنا للرسم البياني سنرى السلوك السعر الأسواق ما زال يراهد أن هناك ضعية أمام الدولار الأمريكي في 2022 البنك المركز الياباني ضخ أكثر من 10 تريليون يون عند مستويات 145 149 إلى أنه فشل أنه يحافظ على هذا التقرار لأن الياباني أو الأقصاد الياباني يرغب في ين ضعيف لأن شركات تيوتا والسوني تعتمد على الأسواق الخارجية ين ضعيف معناه صادرات أكثر وهنا مؤشر نكاي الياباني حقق مكاسب بأكثر من 21% منذ مطلع عام أفضل أسواق أسهم أداء منذ مطلع عام فبتاني ين يابان ضعيف هو جيد ولكن البنك المركز الياباني أو جزارة المالية لا ترغب في ين متقلب ين ضعيف ولكن بشكل تدريجي التقلبات المرتفعة هي ما تؤرق التفكير صنوع السياسة في اليابان وهنا أوضحه أن سوف نتدخل بالرغم الأسواق طرحة 152 هو المستوى اللي سوف يتدخل في البنك المركز الياباني إلا أن مسؤولي السياسة النقدية والمالية في اليابان لم يوضحوا مستويات معينة مرة أخرى هي ليست المشكلة في المستويات هي مشكلة رئيسية في الخسائر السريع والتقلبات المرتفعة أعود إليك معي شكراً إليك يا محمد أنا رح أسأل الضيف عن كل النقاط تقريباً إن شاء الله بعض النقاط التي تحدثت عنها إذن ينضم إلينا من سنجافورة ألفنتان استراتيجي الأسواق في ربي سي كابيتل ماركت لنسأله خليني أسألك بداية عن آخر نقطة تحدثة عنها محمد زيدان وهي التوقعات من قبل بعض المحللين أن يتدخل المركز الياباني عند مستوى 152 ين للدولار ما رأيك ومتى تتوقع بدورك أن يتدخل؟ سمعنا تهديدات بالتدخل من بنك اليابان المركزي في آخر بضعة أيام وكان هناك تصريحان من وزير المالية الياباني بهذا الشأن في آخر يومين حيث هدد بالتدخل وإذا لم تتدخل السلطات اليابانية عند مستوى 152 ين فإن زوج الدولار ين سيرتفع إلى مستويات أعلى بكثير إذن أنا سأصدق كلامهم بخصوص التهديد بالتدخل وأعتقد أن الاحتمال مرتفع عند 152 ين وقد رأينا حالات تدخل في السنوات السابقة في زوج الدولار ين وكان يسجل بعدها أرقام قياسية كما يحصل اليوم إذن الضغط سيستمر واحتمال ارتفاع زوج الدولار ين قائم ولكن هل ستتدخل السلطات عند 152 ين في الوقت المناسب وخاصة مع وجود فارق كبير في العوائد بين السندات الأمريكية والسندات اليابانية لكن ين سيصل لأعلى من 152 ين إذن بناء على الأساسيات زوج الدولار ين يجب أن يرتفع ألفن بناء على أيضا كلامك بس نذكر المشاهدين أنه خلال عام 2022 تدخل المركز ين فقط اليابان تقريبا 9 تريليون ين يعني تقريبا 59 مليار و300 مليون دولار على ثلاث تدخلات في السوق بين سبتمبر وأكتوبر وجاء التدخل عندما كان اليان أقوى مما هو عليه اليوم الحديث عن مضاربات في السوق لذلك قد يضطر المركز إلى التدخل في هذه الحالة متى تتوقع أن يكون التدخل إذا استمرت هذه الصورة وما هو حجم التدخل الذي نتوقعه في السوق لنكون واضحين التدخل في سوق العملات الأجنبية تنفذه وزارة المالية وهذا القرار هو قرار وزارة المالية وليس بنك اليابان المركزي ولكن بالنسبة لحجم التدخل من الصعب أن أحدد حجم التدخل ولكن كما قلت خطر التدخل عند مستوى المائة واثنين وخمسين يظل خطرا مرتفعا بسبب كثرة التحذيرات الصادرة مؤخرا وإذا لم يتدخلوا فإن زوج الدولاريين قد يرتفع إلى مستويات أعلى قد يصل إلى مائة وثلاثة وخمسين بسرعة إذا لم يتدخل عند مائة واثنين وخمسين ينا إذن حفاظا على مصدقية السلطات اليابانية يجب أن تتدخل وحجم التدخل غير مهم يمكن أن يكون بمبلغ غير قليل لكن عائد الفارق في العوائد قد يظل يرفع زوج الدولاريين في المستقبل ألفين تاني ستراتيجي الأسواق في RBC Capital Markets كنت معنا من سنغافورة شكرا جزيلا لك شرق غرب مستمر معكم وفيه بعض الفاصل هل ينقذ قانون تايتانيك مالك سفينة جسر بلتمور؟ ابقوا معنا أهلا بكم من جديد دعونا ننتقل إلى أوروبا ونلقي نظرة على أداء الأسواق الأوروبية التي بدأت جلستها صباح اليوم على تباين كيف تبدو في هذه اللحظات؟ نلقي أيضا نظرة على أو نتحدث عن ارتفاع سهم H&M بتقريبا 12% مع تجاوز الأرباح بشكل كبير توقعات المحللين للربع الأول من هذه السنة أيضا يقوم المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الإسبانية والتي بلغت 3.2% لشهر مارس وأيضا أرقام ثقة المستهلكين الفرنسية التي أظهرت ارتفاعا حذرا في المعنويات الفوتسيوان هندرد بعد أن كان سجل ارتفاع يعود إلى التراجع اليوم بينما الكاك كارانت وأيضا الداكس على ارتفاع واليورو سيكس هندرد يسجل بعض الارتفاعات المتواضعة لمزيد من التفاصيل عن أوروبا ومؤشر الثقة الاقتصادية تزامنا مع توقعات خفض الفائدة ينضم إلينا من لندن تامر نجم مراسل الشرق للأخبار لنتحدث عن هذا الموضوع مساء الخير مايا اليوم المفوضية الأوروبية اليوم تعلن بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الذي جاء مرتفعا أعلى من توقعات المحللين قليلا ارتفع من مستويات 95.5 إلى مستوى 96.13 نقطة الجدير بالذكر مايا بأن المفاجأة جاءت في قطاع التصنيع حيث جاءت ثقة مرتفعة أعلى من توقعات المحللين تعلمين مايا بأن قطاع التصنيع في منطقة اليورو يعد من أسوأ القطاعات أداءا وربما كان هو القطاع الأكبر الذي تأثر سلبا بارتفاع أسعار الفوائد وهذه السياسة التشددية ربما ألقت بضلالها بشكل كبير على هذا القطاع التحديد ولكن ربما الأمور تتغير الآن وتتحسن وجاءت الأرقام أعلى من توقعات المحللين اليوم أيضا مؤشر فوتسي 100 ربما أداءه أقل من بقية المؤشرات الأوروبية ربما مصحوب بالبيانات أو التخفيض للنظرة الاقتمانية لبنك HSBC بعد بيانات بنك باركريز الذي خفضت القيمة السوقية الحقيقية للسهم من 800 بنس إلى 740 بنس وفضلت بنك ناتويست وبنك لويدس بنك الصورة بشكل عام مايا الأسواق في حالة من الارتياح والأسواق الأوروبية ما زالت قادرة على تحقيق مستويات قياسية جديدة مع توقعات خفض البنوك المركزية لأسعار الفوائد في الوقت القريب ماي شكرا جزيلا لك تامنج مراسل الشرق للأخبار كنت معنا من لندن أهلا وسهلا بك ماذا نراقب في الأسواق الأمريكية اليوم الأسهم التي نبقي عيوننا عليها ارتفعت أسهم شركة ميرك أند كو بأكثر من 4% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعقار جديد لعلاج ضغط الدم من المتوقع أن تشهد الشركة تأثيرا إيجابيا في تدفقات إيراداتها مع طرح هذا الدواء الجديد أيضا محت أسهم جيمستوب تقريبا جميع ارتفاع الجلستين الماضيتين متراجعة بأكثر من 17% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد أن أعلنت الشركة تسجيل ربحية سهم معدلة وصافي مبيعات خلال الربع الماضي دون توقعات المحللين فضلا عن تراجع مبيعاتها بنسبة 19% على أساس سنوي في المقابل قفز سهم روبين هود بأكثر من 7% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد أعلان الشركة عن إطلاق بطاقات ائتمان للمستهلكين الأمريكيين دون وجود رسوم سنوية أو رسوم معاملات أجنبية المحللون صلتوا الضوء على ارتباط المشروع الجديد ارتباطاً وثيقاً بمساعي الشركة لتعزيز مكانتها التنفسية في مجال الخدمات المالية أما العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية كانت في الصباح عليها بعض الاستقرار لنلقي نظر الآن على مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية إذن بعض الارتفاع الآن بحوالي نص نقطة مئوية على نازدك 100 وأربعة عشر النقطة على كل من S&P 500 والداو جونز في هذه اللحظة ينضم إلينا من أبو ظبي هانتان رئيس محللي السوق في أكسنتي جروب لنتحدث عن محركات الأسواق الأمريكية في هذه المرحلة ما الذي نراقبه اليوم هانتان في هذه الأسواق وكيف نقرأ الحركة حركة المؤشرات بالمجمل المحفز الأساسي للبرصات الأمريكية التخفيضات المتوقعة بـ 75 نقطة أساس كما أشار المخطط النقطي دوت بلوت الأسبوع الماضي وهذا التوقع سيحافظ على حالة الصعود في المؤشرات الأمريكية وهناك بيانات أساسية ستصدر في المؤشرات الفنية في الآونة الأخيرة رأينا تأثيرا هذه المؤشرات والرحلة ستكون فيها مطبات لكن المسار الصاعد سيظل قائما وسليما يرى البعض بأن أسهم التكنولوجيا سيحين وقتها الآن وسنرى بعض الضغوطات عليها أو ربما تراجعات وعمليات جاني أرباح ما هي قراءتك لهذه الأسهم تحديدا وعندما نقول هذه الأسهم نتحدث عن سبعة أسهم محددة ضمن الأسهم السبعة التكنولوجية الكبرى هناك بعض الشقوق التي بدأت بظهور تسلا تأخر هذا سام تأخر عن أقرانه وأبل تنضم إلى هذه المجموعة ويبدو أننا أمام قصة ترتبط بالرقائق والذكاء الاصطناعي وتحديدا أسهم إنفيديا سام إنفيديا هو السهم القائد وهناك أسهم مشابهات تقوم في تايوان إذن هناك محاولة لتحديد أسباب صعود الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحديدا وليس التكنولوجيا عموما بالضرورة يعني هل بين فكرة أن ننزع أداء سهم تسلا من الحركة ولكن قبل ذلك أسألك عن بقية الأسهم في مؤشر S&P 500 إذا ما وضعنا جانبا من أصل كل هذه الأسهم حوالي 11 سهم مكرراتها الربحية مثل الأسهم الماكدفيسن 7 مقررات الربحية لبقية الأسهم المدرجة هي دون مكرر الربحية العام للمؤشر في هذه الحالة هل يتم تداول هذه الأسهم وهذه الشركات دون المسويات التي يجب أن تكون عنها دون المسويات العادلة وفي تسعير أقل من مسوياتها وهل هذا يعني بأنه في فرص بالسوء ولا لا انتهت الفرص الآن أنت على حق تماما بالإشارة إلى هذا الأمر فهذا الموضوع كان متوقعا منذ بداية العام وما إذا كانت أسهم القيمة ستتصدر المشهد وبالتأكيد إذا نظرنا إلى مؤشر راسل 2000 وهو في حالة تداول عرضي وحتى إذا نظرنا إلى التقييمات والصين ومن منظور مكررات الربحية الأرقام تستدعي الشراء في الأسهم الصينية ولكن هناك مخاوف مستمرة بخصوص الخلفية الاقتصادية ليس فقط على مستوى العالم وإنما أيضا في أمريكا فحتى الفيدرالي أشار إلى مخاطر تتعلق بمعدل البطالة الذي قد يرتفع ارتفاعا كبيرا وسريعا وبطريقة غير متوقعة هذه المخاوف الحقيقية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي تظل مثلة في الأذان لذلك فأن الأسهم الدورية وأسهم القيمة لا تحظى بالاهتمام المطلوب حاليا عندما ذكرت الرسل 2000 يرى بعض المحللين بأنه يعكس الحالة الحقيقية للسوق الأمريكي يعكس الحالة الحقيقية للاقتصاد الأمريكي ما رأيك؟ نعم أعتقد ذلك وحتى إذا نظرنا إلى بعض المؤشرات الاقتصادية هناك دراسة قرأتها هذا الأسبوع وأشارت إلى أننا إذا نظرنا إلى رقم البطالة وحدة وهناك تركز كبير في الولايات الغربية وفي منطقة نيو إنجلند في شمال شرق أمريكا التي ترسل إشارات إلى وجود ركود على الأقل في سوق العمل إذن صحيح أن الفيدرالي يراقب الأرقام الإجمالية والوضع الإجمالي وهناك مرونة عامة في سوق العمل الأمريكية ولكن مجدداً هناك شقوق بدأت تظهر يمكن للمرء أن يلاحظها إذا تعمق في قراءة الأرقام وبين السطور هانتان رئيس محللي السوق في أكس نتي جروب كنت معنا من أبو ظبي شكراً جزيلاً لك قانون غامض يعود إلى القرن التاسع عشر قد ينقض مالك السفينة التي اصطدمت أمس بجسر بلتمور في الولايات المتحدة من مطالبات بمئات الملايين من الدولارات فهل سيستخدم هذه الثغر التفاصيل في هذا التقرير؟ هل ينقذ قانون تايتانيك مالك سفينة جسر بلتمور؟ قد يواجه مالك السفينة التي اصطدمت بجسر بلتمور في ولاية ماريلاند الأمريكية مطالبات بمئات الملايين من الدولارات بعد أن أدى الحادث إلى انهيار الجسر وسقوط المركبات في المياه وهو ما خلق حالة من الفوضى والهلع في شبكة النقل في شرق البلاد ولكن خبراء قانونيون قالوا لبلومبرغ إن هناك ثغرة لتقليل المسؤولية وتقليص التعويضات بدلا من دفعها كاملة وذلك بموجب قانون غامض يعود إلى عام 1851 وهو القانون نفسه الذي استند إليه مالك سفينة تايتانيك لتقليص فاتورة التعويضات عن غرق السفينة عام 1912 التشريع يضع حدا أقصى للتعويضات عند قيمة السفينة بعد تحطمها إضافة إلى أي أرباح تم جمعها من الشحن على متنها الأصل في إقرار هذا القانون كان لتجنيب عمالقة الشحن تكبت خسائر فادحة بسبب الكوارث غير المتوقعة في البحر ولكن استخدام غريس أوشن وهي الشركة المالكة للسفينة للقانون يصطدم بعقبات حيث سيكون المفتاح لتحديد أي مطالبات تأمينية هو إثبات ما إذا كان الحادث قد نتج عن الإهمال ومن المتسبب به أو ما إذا كان عطلاً ميكانيكياً وفقاً لبلومبرغ وبالنسبة إلى مصير السفينة فحتى لو أراد المالك إخراجه من الولايات المتحدة فإن هيئة النقل بولاية ماريلاند قد تبقيها قيد الاعتقال أثناء متبعة المطالبات وربما حتى يتم إصلاح الأضرار بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم في شرغرف مع بلومبرغ اليوم كان من الموضع التي ركزنا عليها أليان وتراجع أليان مقابل الدولار وأيضاً سنلقي نظر على بداية التداولات في الأسواق الأمريكية تابعوا في جلسة المساء المزيدة تتفصيل حول هذا الموضوع وكونوا أيضاً معنا في الرابع عندما نتحدث عن نشاط الهند اقتصادياً ومتى يمكن أن تزيل الصين عن تربع عرش الاقتصاد في آسيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة